الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا حتى نكون من الصالحين يا رب العالمين اللهم إنا عجزنا عن تربية أبنائنا على الإسلام فربهم لنا على الإسلام يا رب العالمين اللهم أمين وبعد أحب أن أبدأ معكم سلسلة في تربية النفوس وتربية النفوس هي أعظم غاية بيعيش الإنسان من أجلها حتى يكون قريب من الله سبحانه وتعالى أطول قسم في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى تحدث في هذا القسم على تربية النفس عد معايا كذا وانت بتاكل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها بعد كل الأقسام ديال إيه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها تزكية النفوس أمر مهم جدا ولذلك إبراهيم عليه السلام لما دعا ربنا سبحانه وتعالى وهو بيرفع بناء الكعبة هو ابن إسماعيل قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة وبعدين ويزكيهم يبقى أخر التزكية فين في الدعاء الأول بعثث النبي بعد كذا يتلو عليهم الآيات يعلمهم الكتاب القرآن والحكمة السنة وبعدين تأتي التزكية لكن في الربع اللي بعدين ربنا سبحانه وتعالى نبه على أمر مهم جدا قال التزكية بتأتي طهارة النفوس وطهارة القلوب حتى قبل العلم حتى قبل الإنسان ما يتعلم قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وأول حاجة إيه ويزكيكم وبعدين ويعلمكم الكتابة والحكمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بيقول كلام مهم جدا في هذا الموضوع بيقول إيه إن الإيمان أول ما نزل نزل في جزر قلوب الرجال يعني القلب تشبع بنور ربنا يعني القلب امتلأ بحب الله يعني القلب امتلأ بالإيمان يعني القلب انتصر بضميره على النفس الأمارة بالسوء على النفس الأمارة بالسوء إن الإيمان أول ما نزل نزل في جذر قلوب الرجال ثم تعلموا القرآن يبقى التسكية قبل ولا العلم قبل لا التسكية التسكية مهمة جدا وهي طهارة النفوس طهارة النفوس حتى يتبين لنا الموضوع على وجه يعني واضح جدا العلماء بيفرداءه بين ذنب آدم عليه السلام وبين ذنب إبليس عليه لعنة الله ذنب آدم معصية جوارح اشتهى أكل أكلها معين ربنا قال له ما تقول شيء منه لكن كان سهل جدا لأنه نفسه طيبة نفسه وقلبه مملوء بالإيمان مملوء بالإيمان ولذلك لما حصل منه هذا الأمر قال ربنا ظلمنا أنفسنا رجع على طول وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه بعض كلمات التوبة وربنا أبل منه التوبة بينما معصيت إبليس معصيت قلب معصيت نفس خبيثة ولذلك ربنا لما قال له إيه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك كان سهل جدا إن الإنسان لما بيغلط عندما يقع في الخطأ ويجي الأكبر منه بالنسبة للناس ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى لما الواحد يخطأ ويجي واحد يقول له أخي أنت أخطأت يعمل إيه يقول له آصح أنا أخطأت ويعود مرة أخرى إلى الصواب كان سهل جدا لما ربنا قال له ما منعك ربنا ما تردوش على طول إنما ربنا أعطال الفرصة سأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك الطبيعي يقول له إيه أستغفر الله أخطأت اعترفت بذنبي ندمت ثم يسارع إلى السجود ده لو كان ذنب ذنب إيه ذنب جوارح إنما ذنب القلب ذنب النفس شيء خطير جدا ده محتاج إيه إن الواحد ينزعه وده عايز عمر طويل مع الإنسان إنه يتعاهد نفسه فلما ربنا قال له كده رد عليه قال له إيه قال له أنا أنا الكبرية في أنا التعريفية أنت اسمك إيه أنا مصطفى هذا لا شيء فيه الناس بتسمعهم دايما يقول لك أنا أعوذ بالله من أنا يا عم الشيخ أنا التعريفية شيء وأنا الكبرية شيء آخر التعريف لا شيء فيه أنا فلان أنا ساكن في المكان الفلاني أنا ولدت فين أنا معايا إيه كده إنما أنا الكبرية دي حاجة تانية قال له أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من طين وكاذا النتيجة ايه اخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين طلع منه عرفنا الفرق بين ذنب النفس وذنب الجوارح ذنب الجوارح سهل الانسان يعود يتوب انما ذا ذنب النفوس عايز طهارة وعايز شغلي كثير جدا عشان الانسان ينزع من نفسه ومن قلبه هذا الايه هذا الخطأ كلنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى محل نظر مش في اشكالنا ولا في اموالنا ولا في التايتل بتاعنا ولا مبنينا ولا البزنس بتاعنا لا محل نظر ربنا فين في القلوب في القلوب فكلما طهر القلب كان قريب من الله سبحانه وتعالى وكلما فسد القلب كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى في قلوب كده لأنها مضيئة بالإيمان لو سمعت آية واحدة كلمة واحدة في الدين يتغير حياتها وتزداد قرب وأنس بالله سبحانه وتعالى إنما القلوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها مثل الكوزي مجخية يعني زي الكباية المخرمة من كل مكان تيجي تعبيها يحصل ايه زي المصف المصف اللي بيصافوا بيها دي تعبيها تيجي نازلة كلها كالكوزي مجخية لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا تقرأ عليه القرآن من الجلدة للجلدة آه صوت حل وجميل وبعدين سلاموا عليكم يرجع كما كان كما كان ليه لأنه ما اشتغلش على نفسه للأسف الشديد في حياتنا الناس اهتمت بالظواهر أكثر من الايه من البواطن سهل جدا ان انا عرب بدأني والبس جلبية والبسطئية وقول له كلام حلو سهل لكن صعب جدا ان انا اشتغل على نفسي واعرف امراض قلبي وامراض نفسي وابدأ اعمل ايه اقلم ها هذه السيئات وهذه الاخطاء واعود الى الطريق السليم صعب هذا الامر فالناس استعادوا عن الامر الصعب بالشيء السهل هو كلها ايه جلبية وشوية برفيوم وسواك بانسوا خلاص وانتع الموضوع فقس ربنا منظرش الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى محل نظر القلوب فالقلب مهم جدا جدا وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل ايه القلوب التي في الصدور خالد بن معدان من فقهاء الشام كان يقول لي كل واحد فينا اربع عيون عينين في الوجه وعينين في القلب عينين في الوجه واتنين في القلب القلب اسمه ايه بصيرة يقول لك ده عنده ايه عنده بصيرة يعني ايه بصيرة يعني بيرى بنور الله بيرى بقدر ما ايه ما بيملأ هذا القلب نور كل ما الله سبحانه وتعالى يعطيه من الامور اللي ممكن ما تكونش عند غيره فقال ايه فقال فقال اذا اضرم الله عيني الرأس وانار القلب فهذا هو المبصر ده المبصر لكن اذا كانت عينيه مفتوحة وقلبه اعمى والعياذ بالله فهذا لا يرى شيئا يرى الظواهر فقط لذلك المسلم بيعمل جاهدا جاهدا ان يصل الى هذا المقام ان قلبه يكون قلب منفتح في نور هذا النور في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما دخل عليه واحد كان نظر لامرأة نظرة شهوة فلما شاف عثمان بن عفان قال ايه قال اما يستحي احدكم ان يدخل علي وفي عينيه اثر الزنا كيف عرف هذا فالراجل تعجب منه قال له اواحي ام بعد رسول الله قال له لا 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 ما فيش واحد بعد النبي سالسلم ما نزلس جبريل بواحي خلاص انتهى الموضوع ولكنها ايه فراسة المؤمن فالمؤمن يرى بنور الله سبحانه وتعالى فكلما القلب يرق كلما القلب يلين كلما القلب يصف الانسان حتى لما بيصلي بيشعر بالخشوع في الصلاة لما بيقرى قرآن بيستشعر كلام ربنا سبحانه وتعالى لما بيجلس يثبح او يذكر او يدعو بيشعر بهذا الأنس والقرب طيب صلوا على النبي انا هعمل معاكم سلسلة بس انا عايز معاكم المرة الجاية هتيجوا بايه اه يا ريت والله لا مش ورقة تجيب معاك نوتبوك عشان تكتب فيها ورقة هترميها نوتبوك واعمل لكم كل اربع حلقات امتحان بسيط كده ما رأيكم امتحان بسيط واغششكم ونجحكم ما تخافوش يا بس انتوا هتجيبوا الهدائل نفسكم اه لكن انا هغشششكم ونجحكم ما فيش مشكلة بس المهم ان الانسان يطلع بدرجات الانسان لا يظل عند ايه عند مكان واحد وهذا الذي سأتكلم فيه الآن يعني افضل من كتب في فقه النفوس وطهارة القلوب الامام الغزالي القديم هو الغزالي او الغزالي الغزالي للغزل والغزالي للقرية اللي كانوا منها الغزالي القديم ده قال كلمة حلوة اوي قال تعلمنا العلم لغير الله تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله الا ان يكون لله احكي لك قصته وبعدين اقول لك المستفاد منها ايه ابوه كان راجل من الصالحين وكان راجل فقير الحال وكان في البلد اللي بيسكن فيها اتنين علماء واحد فقيه يتكلم في الحلال والحرام والتامي بيتكلم في مواعظ القلوب في تطهير القلوب في ترقيق النفوس فكان يحضر عندي بتاعي الحلال والحرام مرة ويحضر عندي بتاعي المواعظ ايه مرة وبعدين تزوج وقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزق ولدين ولد فقيه والتاني ايه واعظ بعد ما تزوج بفترة توفيت زوجته وبعدين هو مرض والشباب كده يعني كانوا في سن دون العشر سنوات وكان فقير ما عنده مال فأعطى لجاره بعض ماله وقال اذا انا ميت فقم وتعهد ابنائي واسأل الله ان يعطيك الاجر الناس كانت بسيطة كده مش كده الخير ده عند المسلمين هنا يبقى هملس ثاني يوم ابنها بترمي وبتجيب كلبه انما المسلم لا المسلم بيشيل ابوه امه في عينيه وبيشيل ابناءه في عينيه وبيشيل بناته في عينيه بيتحرك بهم هذا والمسلم هذا والمسلم هذا والمسلم اه في بعض الشواذ كده اللي بيعملوا اخطاء دون الله يهديهم يعني الله يهديهم لان من المصائب الكبيرة هذه داين تدال اللي بيعملوا بيتعمل فيه ودي من الذنوب اللي فعل عقوبة في الدنيا قبل الايه قبل الاخرى في الدنيا قبل الاخرى اللي بتعملوا من خير هالجزاء والإحساني إلا الإحسان آه الإحسان والعكس كذلك بيقابلوا هناك بيقول توفي الرجل مات ثم أخذهم جاره لكن جاره بعد فترة افتقر وكان فيه في ذلك الزمن السلاجقة كانوا عاملين مدارس اسمها المدارس النظامية ايه المدارس النظامية دي بيدخلوا فيها العالد داخلية كده ما بيدفعوش اي فيز ولا اي فلوس وياكلوا ويشربوا ويتعلموا ويناموا ويلبسوا ويتكسوا فالرجل لما افتقر مش قادر يروبيهم مش قادر يقوم عليهم فدخلهم ايه المدارس دخلهم المدارس ليه عشان ياكلوا ويلبسوا ويناموا نظبط ويبقى العلم ييجي ولا ما يجيش يعني عشان كده الغزالي قال ايه تعلمنا العلم ايه لغير الله لغير الله لكن الله سبحانه وتعالى لما الانسان بيتعلم لما الانسان بيراجع نفسه بيسمع كلام ربنا بيسمع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان تغير فيه لابد اذا اراد ذلك لان ربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى يعني بس ماشي في طريق ربنا يعمل معك ايه من اتاني يمشي اتيته هرولة في الحديث القدسي بس تعالى ماشي في الطريق لما تماشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الخير ابواب الخير ومش كده بس والذين اهتدوا زادهم هدى وايه وآتهم تقواهم يرقيهم يرفعهم درجات كذلك المسلم لما بيحضر مجالس علمي مثل هذه لابد ان يستفيد منها في حياته العملية وإلا المأساة ان الانسان لو حفظ علمه ما طبقهوش حسن البصري بيقول كلمة مهمة جدا تحفظوها يقول العلم يهتف بالعمل بينادي عليه بقوله طبق عرفت كلام ربنا وسمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام اعمل العلم يهتف بالعمل ان اجابه وإلا ارتحل يعني ان عمله ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويبارك في ذلك العمل ويرقيه في الخير وان بعد عن العمل ولم يفعل ما تعلمه خلاص العلم بينساه وبيسيبه بيبعد عنه تماما فالمهم في ذلك الأمر التطبيق العمل يعني الدروس هذه مش دروس بس للايه للكلام كده وقعدة حلوة وسلامه عليكم لا خذ منها ما تستفيد منه في حياتك العملية واذا كنت على ذلك الخير يا سيد استزيد ذلك بتسمع خير وربنا سبحانه وتعالى بيذكرك في ملأ خير من هذا الملأ اللي احنا جلسين فيه كما يقول صلى الله عليه وسلم الامام الغزالي رحمة الله تعالى عليه لما أبو دعى بهذا الدعاء انه عايز فقيه وعايز وعظ فربنا تلع له محمد وأحمد أبو حامد الغزالي وهذا كان فقيها فيلسوفا فقيه شافعي وفيلسوف وعالم كبير جدا وحارب الإلحاد ولي كتب مهمة جدا زي تهافت الفلسفة وغيرها وأخوه أحمد كان واعظا يقول أبو حامد الغزالي كنت إذا رأيت في قلبي بعض القساوة ذهبت إلى مجلس أخي فوالله لو أن الحجر ينطق لنزلت دموعه من حلاوة منطق أخي في الوعظ فالراجل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أعطاه ما أراد لأنه كان رجلا صادقا برب أبناءه بقدر ما يستطيع والله سبحانه وتعالى جعل أبناءه من الفالحين الناجحين فأول من كتب في فقه النفوس كتاب شامل جامع هو مين؟ أبو حامد الغزالي إلا أن أخذ عليه أن مليء أحاديث ضعيفة وبعض القصص التي لا تقبل ولذلك العلماء عملوا إيه؟ تداركوا هذا الأمر ابن الجوزي وابن قدم المقدسي وغيرهم إلى أن وصل الأمر إلينا في كتاب اسمه منهاج القاصدين منهاج القاصدين هذا جم جماعة الأرنقوت اتنين أخوات عملوا إيه؟ عملوا مختصر منهاج القاصدين بيعتبر المختصر ده إيه؟ عشر كتاب الأحياء نقحوه بقدر ما يستطيعوه المفترض إن الكتب كلها فأي كتاب من الأمور الشرعية خاصة إذا كانت في تزكية النفوس تبدأ بإيه؟ بالإخلاص بالنية ولذلك العلماء بيقولوا كده يعني حبذ لو أن كل كاتب في أمور الشريعة أن يبتدئ كتابه بل كل فصل وباب من فصوله وأبوابه بحديث إنما الأعمال بالنيات يعني إيه الكلام ده؟ يعني يعني ينبغي الإنسان إنه يجدد نيته في كل موقف وإنت جاي المسجد جدد نيتك وإنت هتحضر الدرس جدد نيتك وإنت جالس هذه الجلسة تستطيع أن تحدث نية نية الاعتكاف عند الشافعي مقدر الاعتكاف مقدر تسبيحة بس يعني تقول سبحان الله تدخل المسجد كده وإنت معادي تقول سبحان الله ينكتب لك أن أنت اعتكافت في المسجد سنن هذه سنن أنا جاي المسجد عشان أصلي السنن وصلي الفريضة نية عشان أسلم عن الجنبي والأبن بتخابل المسلمين ويسلموا على بعض بتتحتي الذنوب من إيدهم كما يتحتي الورق في أيام الخريف ورق الشجر في أيام الخريف عشان أبتسب لمسلم ويبتسلمني تبسمك في وجه أخيك صدقة قد أتصدق قد أرى موقف معين أتدخن فيه أحله هذه نواية كثيرة جدا تستطيع أن تجمعها فمهم جدا في أعمالك كلها أن تبدأها بالإيه بالنية هم قسموا هذا الكتاب الإمام الغزالي قسم الكتاب ده وكل من ماشى سواء من وافقه أو خالفه ماشى على نفس نهجمين الإمام الغزالي القديم فقسموا الكتاب إلى أربع أربع ربع الأول ربع العبادات والربع الثاني ربع العادات إنه أموا الأكل والربع الثالث ربع المهلكات الذنوب والربع الأخير ربع المنجيات يبقى أربع أربع عبادات عادات مهلكات ومنجيات صح صحوا معايا بقوا وصلوا على النبي كده احنا قلنا نعمل امتحان كل أربع مرات إلا إذا قلتوا لما الجيش مش هاجي خلاص كام عبادات عادات مهلكات ومنجيات وعشا كده لما بدأ الربع الأولان بالعبادات بدأ بإيه بقاعدة مهمة جدا ما عبد الله بخير من فقه في دين كيف أصال لنا كيف أصوم كيف أحج كيف أزكي كيف وكيف وكيف لازم أعلم لازم أتعلم فبدأوا كتابهم مختصر من هاجي القاصدين بدأوا بكتاب العلم بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به كلنا يعرف أن احنا أمة مميزة وتميزها أن أول ما نزل على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه اقرأ اقرأ ده علم طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب ده إيه الحديث ده ده حديث صحيح بس إنتوا عارفين أساليب اللغة العربية في حاجة اسمها خبري اسلوب خبري يعني بيحكي عن واقع وفيه اسلوب اسمه اسلوب إنشائي إنشائي طلب بقى ودعاء وتمني الأشياء دي طيب هذا الحديث بيقع تحت أي بند الخبري ليه لأن القرآن أول ما نزل قاله أقرأ القرآن أول ما نزل قاله أقرأ باسم ربك الذي خلق أول ما نزل قاله أقرأ وتعلم مش كده وبس ده القرآن الكريم عظم العلم تعظيم عجيب جدا شوفوا ربنا أقسم بأدوات الكتابة نون والقلم وما يستروا والدعاء اللي ربنا أعلمه لسدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سورة طه قاله إيه وقل ربي زدني علما العلماء يقولوا لو في حاجة أعظم من ذلك ربنا قاله يبقى العلم مهم جدا ولذلك لما تطالع كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزمر يقول ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين إيه أمال الناس بيقولوا على اللي مش علم جاهل ليه غلط في اللغة العربية غلط عكس العالم لا يعلم الجاهل ده ممكن يكون معه بي اتش دي يكون محصل شهادات قد كده لكنه أحمق الجاهل يعني الأحمق الذي لا يحسن التصرف زي مين أبو الحاكم ابن هشام أبو الحاكم يعني الحكمة كلها مش كده الحكمة كلها لما جي النبي صلى الله عليه وسلم وقابله أبو سفيان في منطقة أجياد قال له انت مصدق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان محمد يعني كان لسه كفار يعني صلى الله عليه وسلم انه نبي قال له آه هو صادق أمين لا يجذب أبدا طب ما أسلمتش ليه قال لا 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 بقى هم بني هاشم يقولوا شوف كلام إبليس بالضبط إبليس بني هاشم يقولوا منا نبي وإحنا بني مخزوم أحسن منهم وقالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك هو اللي بيصطفي ما شاء سبحانه وتعالى بيختار هذا وبيترك هذا قال لا والله لا أؤمن به حتى يبعث من بني مخزوم نبي قال لا سروح يبقى أحمق قال لي مش أحمق أحمق ولذلك تحول من أبو الحكم إلى أبو مين يا سبتير يا رب يبقى مش العلم مش العلم العلم اللي بيوصل الإنسان إن يستنير قلوبهم ربما يكون فيه ناس بسيطة جدا وربنا أعطاهم من الخير الكثير صالوا على النبي روح تقرية في التسعينات في مصر وكان فيه راجل فلاح عنده أرض والفلاح ده كان فقير اللي حواليه عندهم أرض أكتر منه أكبر منه بساتين ومزارع وكده وبييجي بقى في المواسل لما بيزرعوا القطن ولا بيزرعوا الأشياء دي بييجي إيه بعض الدود وبعض الأشياء بتأكل آه تتلف هذه المحاصيد فالناس يروح يشتروا الحاجات الكيموية دي ويعملوها صاحبنا ما عندوش فلوس وكان بسيط جدا من الناس المحافظين أصلاة الفجر وخيام الليل وذكر ربنا وبيقزيش حد واللي يقدر يعمله ويساعد الناس يعمله ده كان حياته يعني فكان يقول كلمة عجيبة جدا واحد بيسأله بيقول له حاج انت ما تجيبش الحاجات دي قال له يا ابني اسمع في حاجة اسمها ساعة الرضا عند ربنا سبحانه وتعالى ساعة الرضا دي يا ابني في وقت الصحر في وقت الصحر يعني قبل الفجر بساعة ونص تقريبا كده في الوقت ده يا ابني ام صلي ويقرأ قرآن ودع ربنا وربنا يكرمك فكان الرجل ده يعمل ايه يجيب قفة اللي هي الباج اللي معمولة بالخوص دي ويحط فيها طراب ويقرأ عليها بعض القرآن بعض صور القرآن ويصلي الركعتين فين في الارض بتاعته وبعدين يروح يعمل ايه يقضي الطراب ده ويحدد بيه ارضه الحدود بتاعت ارضه تخيل انه كان احسن واحد تطلع محاصيل ارضه هو هذا الرجل مش عالم الراجل ولا حاجة لكن عالم بالله عارف ربنا سبحانه وتعالى عارف قدر الله سبحانه وتعالى من يومين كده كنت قرأت قصة وحكيتها في مسجدنا في مسجد الانصار قصة واقعية يعني كان قاعد اخواننا يعني كان وضعها في التواصل الاجتماعي بيقول واحد مراته انكسرت فراح بيها للطبيب العظام وهو قاعد بيتطلع عالناس عادة الناس في الاماكن دي بتعمل ايه كل واحد مسك تليفونه واللي بيلعب جيمز واللي بيكتب واللي بيتفرج ده في البيت واحد بيبعدين مع بعض وكل واحد عايش في عالم اخر في البيت الواحد الاب والام والقال والله اكبر كل واحد في عالمه الاواصل هذي التواصل بين الاسرة محتاجة نظرة واقعية نظرة صحيحة كيف تحب ابنائك وتقربهم منك وكيف تخلي حياتك ومعاهم حياة كده يتعلموا منك مش كون مش يتعلموا من الفضاء هذا بقول فالنظرت فلقيت دول مسكين التليفون ودول بيكلموا مع بعض وواحد خنق كده راح دخم بعيد عن الموضوع ده بيقولوا ما فيش لحظات ها وطلع صوت الاذام في صلاة العشاء فسكت الناس كلهم وبدأ يرددوا الله اكبر والله اكبر كله يردد بعد ما خلص قام طفل صغير عنده سبع سنوات وهو بيرفع ثوبه كده بيشمره وقال له امه ايه فين الحمام انا عايز اروح الحمام عشان اتوضع سبع سنوات والباقيين كلهم قاعدين بيتفرجوا عليه فلما شافوه عمل كده ضحكوا عليه يعني ايه ده عائل صغير وهو قبل ما يدخل الحمام نظر لهم كده وقال لهم ايه هتفضلوا قاعدين كده مفيش حد فيكم ما يصلي انتو مش كلكم مرضى وجايين للطبيب ده عشان يدلكم على الشفاء والشافي هو ربنا سبحانه وتعالى طيب كيف هيش فيكم وانتو ما بتشكرهوش ولا بتصلوله كلام عجيب جدا كلام لما تحلله تقولي ايه ده مش ممكن ابدا طفل يقولي الكلام ده لكن الله اجرى على لساني هذا الكلام عشان يصح القلوب دي ينبه الغافل ده يقول له ايه واكب اصعب استيقف ما لك انت عايش في نعم ربنا سبحانه وتعالى ولا تتحرك اه فقالوا يلا نصلي معاه بعضهم قام صلى راح معاه يتوضى يعني وبعدين جابت الممرضة جابت له بتاع عديم صليها عشان يصلي عليها لما وقف عليها كده بصل تلاتة اربعة كده عديم لسه مقموش من مكانهم عشان يصلي قال لهم بقول لكم ايه قالوا ايه قال لهم اسمعوا كل واحد فيكم حر في حسناته كل واحد فيكم حر شوف حتى الادب ما قال لهمش ايه ما قال لهمش انتوا عاملين سيئات وقاعدين كده بتصلي لا 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 قال لهم كل واحد فيكم حر في حسناته واللي عايز يزاود حسناته يسمع كلام ربنا ويقد الفريضة فاستحوا على نفسهم وقاموا توضوا اه عشان يصلي معاه في الاثناء دي الطبيب لم يدخل عليه احد من المرضى لم يدخل عليه احد من الايه من المرضى فطلع يسأل المرضى فحكت له القصة قال لهم خلاص استنى توضى وصلي معاكم وفي اليوم ده كشف على كل العينين ببلاش فري وقال للولد الزغير ده ايه قال له انا احداث ثانية في قلبي ان هذا العمل اللي انا عملته ده اللي هو الفري ده دعيت ربنا ان كل الحسنات تروح لك انت هالجزاء الاحساني الا الايه الاحسان يبقى العلم هو الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى يقربك من ربنا ما ربنا قال في القرآن بعد ما تكلم على الجبال والجدد البيض والحمر والغربيب السود قال بعدها انما يخشى الله من عباده العلماء اذكر في احد كتب الشيخ الغزالي اللي مقصن ستة وتسعين رحمته الله تعالى عليه مش فاكر اسم الكتاب بصراحة قال له تعالى تعالى سلم على واحد واغد بي اتش دي من روسيا بس هو في عيب واحد ايام اللي تحسه ختية اه هو ينكر وجود الله عارفين الرد عليهم قال لهم ايه قال لهم هذا حيوان مستأنس في المنطق ما هو الانسان حيوان ناطق في المنطق مش كده قال ليه الجماعة بتقول المنطق بقوله على كده قال ده حيوان مستأنس ملمع شعر رأسه زي ما ملمع جزمته العلم لم يفيده انما العلم الذي يفيد الناس العلم الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى ده امر مهم جدا فربنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني ايه طب ما هل ناس سواسية في الحديث مش كده كأسنان المشد لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى إلا بالتقوى والتقوى ها هنا النبي أشر إلى القلب والقلوب لا يعلمها إلا ربنا ودي سات الرحمة من ربنا إن ربنا خبى القلوب عن الناس وإلا ما كانش حد يسلم على حد هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لكن القرآن أجاب بقى إن العلماء مميزين عن الناس العلم مش شرط تكون حفظ القرآن كله ولا حفظ السنة كلها ولا عارف الفقه مش أنتوا عارفين لا إله إلا الله صح؟ عارفنا؟ أهو ده أعظم العلو مش قال له فأعلم أنه لا إله إلا الله وبيجي بعدها إيه؟ العمل واستغفر لذنبك وبيجي كمان إيه؟ إحساسك الرحيم الرفيق بالآخرين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وبيجي لك أمر مهم جدا رقابة الضمير والقلب والله يعلمه متقلبكم ومثواكم سبحانه وتعالى فالعلم أمر مهم جدا الرفع فين بقى؟ قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الدرجة إيه بقى؟ يقول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام ما بين الدرجة والدرجة مسيرة خمسمائة عام بس أي عالم العالم العامل وقلنا لو إن ربنا أعطاك معلومة واحدة وعملت بها بتكتب من العلماء ونشرتها بتكتب من العلماء مش خيركم من تعلم القرآن وعلمه هم المحفظين بتوع القرآن دول كلهم يحفظوا القرآن ربما يحفظ جزء ولا جزءين ولا ثلاثة بعضهم يعني في منهم حفظين القرآن كريمه يدعوا إجازات وعاجات من كذا لكننا بتكلم على العموم على الأغلب والأعام منهم يعني في الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يعمل معا إيه طيب خلينا نقف وقفى ذات معنى في صورة الأنفال ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ولو علم الله فيهم خيرا آه بيكلم على مين الكفار مش كده في أصول الفقه في علم الأصول بيقسموا الكلام إلى إيه إلى مفهوم المنطوق يعني مفهوم المنطوق وحاجة اسمها المخالفة مفهوم المخالفة يبقى المنطوق مفهومه والمخالفة يعني عكسه إيه طب إيه عكسه إن إحنا ربنا خلقنا مسلمين يبقى ربنا عالي ما أزل إن إحنا فينا خير آه لإنه ضيع الخير ده بقى اللي ربنا عطاهولنا وخلقنا مسلمين من غير ما نتعب من غير أي تعب عندنا خلانا مسلمين والحمد لله وهدانا الإسلام وطلعنا في أسر مسلمة أو من الناس اللي ربنا هداهم إلى الإسلام ودخلوا في الإسلام يبقى ذا في خير هذا الخير من يريد الله به خيرا يبقى رد بنا خيرا بس قال يكملوا يكملوا إزاي قال يفقهه إيه هو الفقه الفهم والفهم ده شيء عظيم جدا هو من دواع الإيمان شوفوا قوم شعيب عليه السلام لما حبوا يعرضوه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول هل شفهمين كلاما جدا لما جم الجماعة اللي عندهم مشكلة لنبي الله داود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فداود عليه السلام أعطاهم رأي حكم قضائي لكن هم طرعين كانوا زعلانين قابلهم سليمان عليه السلام حكوا له القص فهو حكم بحكم آخر حكم داود صحيح عليه السلام لكن حكم سليمان أكثر توفيقا أكثر إيه توفيقا ربنا قال في القرآن إيه ففهمناها سليمان يبقى الفق هو الفهم لما تفهم صح هي قافة الناس في المشاكل إيه بسوء الظن لو واحد قال له كلمة وفهمها غلط مش كده وتبدأ المشاكل وتبدأ افهم افهم دينك افهم كلام ربك افهم الناس افهم نفسك الفقه قديم في القديم كان العلمة يقولوا على الفقه كل الفقه يعني يقولوا الفقه هو العقيدة والسيرة والحديث لكن في الزمن المتأخر ده أصبح الفقه اللي هو معروف إيه حلال ولا حرام مكروه ها ولا مباح في الأونة الأخيرة دي لكن زمان السلف الصالح والفقهاء وعصر التابعين كان يقولوا على الفقه اللي هو كل الدين كل الدين عشان كده النبي قال ايه من يرد الله به خيرا يعمل معاه ايه اه مش يقول حلال وحرام لا كل الدين وسبحان الله ربنا نوع بين العقول قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل من مقاصد الخلقة ايه التنوع في الأفكار ممكن حضراتك تحب العلم كده صعب أصول الفقه وتدرسه غيرك لا بيحب السيرة بيحب يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعمل ايه والصحابة رضوان الله ايه متابعين واحد تاني بيتعمق في التاريخ واحد تاني بيحب الحديث وقول ده ضعيف وده حديث وده وده صحيح وده حسن لغيره وده غريب كل واحد واحد بيقول لا انا تخصص في العقيدة فربنا نوع بين الناس نوع بين الناس لكن مهم جدا ان الواحد يعني يضع لنفسه هدفا في موضوع التزكية خاصة انا بنصح نفسي وبنصح اخواني واخواتي انهم يقرأوا سيار الصحابة سيار الصحابة ومن اهم الكتب فريع الانترنت رجال حول الرسول خالد محمد خالد سيبك من الكلام اللي لقله على سيدنا معاوية انا مش موافق عليه رضي الله تعالى عن معاوية وعن ابيه مش موافق عليه وكثير من العلماء مش موافقين عليه لكن هيعمل معاك امرين عاجبين جدا القراءة في الادب بترقق النفوس وهو اديب خطير جدا جدا اتنين هو عامل سيرة الصحابة كأنك بتتفرج على موفي تصوير تصوير فني عاجب جدا لما تقرأه بتستشعر اه الصحابية دي اه تليق عليها انا بحب ستين خديجة وهعمل زي ستين خديجة كأنها فصلت ثوبا على ايه على ايه على نفسها بسلوك السيدة خديجة انا بحب سيدنا خارد بن الوليد او بحب عمر بن الخطاب او بحب أبو بكر ها كأن انا عملت ايه ها فصلت ثوب ابو بكر علي وبتبع خطاه وبتبع خطاه ده امر مهم جدا امر مهم جدا فيه تسجية النفوس يبقى من يولد الله بيه خيرا يفقه في الدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال عنه الترمزي حسن صحيح ان ابو امامة رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان انا اختم بهذا احدهما عابد والاخر عالم فيه فرع كبير جدا بين العابد وبين العالم نظبط في حديث انتو عارفين وكلكم حديث صحيح ان كان في من قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا السؤال هنا قتلهم ازاي لانه كان قاتل بالأجرة فيش حد بيعادي كل القرية بتاعته يعني مش كده شكله اه بيقض فلوس كده ويصيد الناس بالفلوس وبعدين في لحظة كده النفس الطيبة حضرت الضمير حضر ساعة الرضا جات فقاله دور على حد فقالوله فلان ده ان شاء الله يفتيك فرح له قال له ايه يا سيدنا عدلت تسعة وتسعين ليه توبة قاله لا عمل معا ايه رياحه رياحه مش كده ما ايه الرأس الخبيث دي ما دينفعش الشيخ محمود الدكتور محمود محمد عمارة كان عميد اصول الدين في المنصورة رحمة الله تعالى عليه كان بيكتب في حاجات كده في التلاوة والاحداثها يعني ضرب مثال عجيب جدا بهذا الموضوع بيقول ايه هذا الرجل مثل الغريق في البحر الذي لا يحسن العوم ثم وجد لوحة من الخشب اراد ان يتشبث به فجاء شقي فابعده عنه تراه لو انقذه الله ماذا يفعل يريحه مظبوط وليه وده اللي عمله جان عليه اللي ما يعرفش يقول الله اعلم رايح نفسك نصف العلم اخد بالك انت كده تبقى نصف عالم اللي يقول الله اعلم نصف عالم نصف عالم يعني سيب التانية يتحملوا اللي عندهم يعني وبعد في كده ماشى فترة رجع له مرة ثانية لان ربنا ارد بي خير فقال له لا اذهب الى فلان العالم فقال له يا ابني يعني من يغلق باب الرحمة في وجهك باب ربنا مفتوح اذهب الى ربك في الحديث الضعيف ده الحديث صحيح الحديث الضعيف بيقول له ايه بيقول له اترك ارض كفرة واذهب الى ارض نصرة فان بها اناس يعبدون الله عز وجل يعني البيئة اللي انت عايش فيها بيئة مش كويسة البيئة دي كان بتأجرك للقتل وانت مشهور عندهم ان انت ايه قاتل مأجور لو فضلت في وسطهم هينظروا لك النظرة المتدنية دي عمرك ما هتوصل لطريق ربنا فاترك هذه الارض وروح لمين للناس الطيبين الناس الطيبين لما تعيش في وسطهم ايه اللي يحصل هتتشبع منهم هتعبد منهم عشان كده ربنا قال لنا في سورة التوبة بعد ما ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا قال ايه قال يا ايه الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما قالش وكونوا منك كونوا معهم لان انت لو عايش في وسط الصادقين عمرك ما هتكذب خلاص ما الناس صادقة هتعبد منهم والانسان ابن بيئته علماء الاجتماع يقولوا الانسان ابن بيئته يعني يؤثر فيها وتؤثر فيه بدون ان يشعر مظبوط مظبوط يعني بس احنا بنتأثر بالخير الشر بنتأثرش به لان احنا مسلمين يعني صاحبنا هذا هو ماشي في الطريق شل الشنطة بتاعته ولا البهجة بتاعته وفي الحديث الصحيح كان مادا صدرة عارف انت لما تيجي تسرع في الخطة يبقى صدرك ايه مائل الى الامام كذا قليلا كان مادا صدرة ويحاول بقدر الامكان ان يصل فمات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب عندهم سجل ده قتل مية وهو ده اعظم الذنوب بعد الشرك بالله مش كذا والذي ان لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ربنا قال كذا البعد يوم يفعل ذلك واستثنى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فالأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم سبحانك يا رب ما ارحمك لهؤلاء الذين فعلوا هذه الاصول الكبائر هذه اصول الكبائر بقوله بس اعود الي وانا افتح لك باب التوبة والرحمة فيش ارحم منه سبحانه وتعالى فاختصمت فيه ملائكة العذاب بناء على ايه سجل الاجرام قاتل مئة وملائكة الرحمة بناء على ايه انه ايه نوى بس اخد بالك في فرق بين النية والامنية العرب يقولوا الامان بضاعة النوكة اللي هم الحمقى عارف يعني ايه انا عايز انجح بس مش رايح المدرسة ومش مذاكر ومش عامل اي حاجة احمق هذا صح؟ انما النية قال انما الاعمال بالنيات يعني وانت بتصلي العيشة الان وبترفع ايدك الله اكبر قلبك ايه؟ ما انت جامل بيت ليه؟ عشان صلي العيشة؟ بتقوم بالليل قبل الفجر في رمضان عشان تاكل تفاصل؟ لا انت قيم تتصحر عشان تصوب ما هي دي النية هي دي النية النية دي مركوزة فين؟ في القلب سلوك سلوك انما الاعمال بالنيات فقالوا لا الرجل نوى وعمل وشال هدومه وكان بيسرع في الخطومات فاوحى الله اليهم انقصوا ما بين الارضين فان كان في ارض العذاب تأخذ ملائكة العذاب وان كان في ارض الرحمة تأخذ ملائكة الرحمة وكان الرجل كما يقول صلى الله عليه وسلم في ارض العذاب لكن الله الرحمن الرحيم اللي اطلع عليه في نيته وفي عمله هذا اوحى الى ارض العذاب انت باعدي ولارض الرحمة انت قاربي فاصبح في ارض الرحمة فاخذته ملائكة الرحمة الى جنات النعيم رحمة من ربنا بس الشاهد في الحديث هذا قصة مين المفتن من قصد المفتي اللي ما اعرفش اسكت فليقل خيرا او ليصمت وإلا كلف كلف كلمات كلف يدو حياته سيدنا النبي قال ايه بقى في حديث ابو امامة ذكر لرسول الله سبحانه رجلان احدهما عابد الآخر عالم فقال صلى الله عليه وسلم فضل العابد العالم على العابد كفضلي على ادناكم فضل مين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على ادنى واحد فينا ادنى واحد في الصحابة في الصحابة ادنى واحد فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ثم قال صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكتهم واهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت انتوا عارفين اخوانا في المغرب بيقولوا على السمك الحوت وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ليه لان الناس اللي بتعرف الخير بتعرف الحلال والحرام وبالتالي حتى ما بتأزيش البيئة اللي هم عايشين فيها ما بيأزوش المجتمع اللي هم عايشين فيه ولذلك هذه الاشياء التي يعني غير عاقلة من وجهة نظرنا هذه تستغفر لعباد الله الصالحين يعني كده انا اخدت حوالي حوالي نص صفحة شرحناها ايه بقى اكتبوها ان شاء الله او اكتبوا اللي انتوا عايزينوا فيها عشان لما اجسألكم احفظ حديث واحد ايا واحدة وحديث واحد اهم حاجة وحاول تطبق من النهاردة كده روها اعمل سرش على الانترنت وطلع الكتاب اللي انت تحبه اللي انت تحبه وابدأ اقرأ واسمع نصيحة العقات محمود عباس العقات يقول انا ما اشتريش مئة كتاب وكل كتاب اقرأ مرة واحدة انه ما بتعمل ايه قال بنشتري كتاب واحد واقرأ مئة مرة وكل مرة باغد فكرة والفكرة دي عبارة عن جدول يعني قناة ماء صغيرة لما تتكوم معايا قناة مع قناة مع قناة فكرة مع ما فكرة مع فكرة بتعمل بحيرة كبيرة بارك الله فيكم سبحانك الله ومحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ازاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة